السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله في الفيديو ده نتكلم مع بعض على موضوع صغير كده اللي هو طبعا هو هنا قصده ال يعني مش واخد هنا الجزء بتاع الوريكل ده تكلمنا عنه في الجزء الاوليني خالص فين في ال اللي هي والترومة بتاع الوريكل واللي بيحصل فيها يعني هنا الموضوع هنا قصده ال الاريكل نفسها فتعام بصوا كده مع بعض الترومة بتاع الاريكل كنال عاملة ازاي بصوا هنا اولا ايه اللي ممكن يعمل ترومة في الاريكل طبعا احنا لو نفتكر ده الاوريكل ودي اسمها الاريكل وبينتهب اللي هي طابلة الودن او تمبانك ايه تمبانك ميمبرين بعد كده الميدل اير وبعد الميدل اير في عندنا اللي هي الانر اير تماما فاحنا كل الكلام بتاع الجزء اللي هو الايه الاريكل كنال او دلوقتي عايز عارف حاجة ايه اللي ممكن يعمل ترومة قال لي والله ممكن واحد هو بنفسه اللي يعملها اسمها يعني ايه الشخص بنفسه هو اللي بعمل كده بينضف ودنه بحاجة اسمها او بواحدة مسلا بمسكة بينسل شعر امانة تنضف ودنها مسلا طبعا في ساعات التهابات فطرية كده في الودن بتبقى فيه سيفير ايريتيشن يعني بتحسس ان واحد عايز يهرش فيها بأي شكل تمام فهي رح مدخل البتاع دي الاسمال ايربادي او واحدة مسلا ببينسل شعر اممكن تعمل ايه ودنها فممكن تعور ودنها بالمنظر ده او تعور الاكسترنال ايديتري كنال ممكن حاجة تانية الدكتور اللي بيعملها من اسمها اياتروجينيك ايش كلمة اياتروجينيك يعني حاجة خاصة بالدكتور نفسه اللي عملها يعني ايه اللي بيخليها من حاجة ازا كده ممكن يستعمل قلم معينة مسلا بيحطها في الودن بينظف حاجة ولا بتاع او عوار الودن بالاكسترنال الكنال عوارها بيه ماشي او مسلا اثناء غسيل الودن نفسه يعني هو بيعمل حاجة اسمال ايرووش بالمنظر ده كده السرينجة نفسها عوارت الودن نفسها او الضغط الماء نفسه عمل مشكلة طبعا دي برضو بتبقى ايه من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل الاكسترنال الايه الاكسترنال الوديته دي كنال او المنظر ده ماشي الناس اللي بقعب بوكسه ماشي عبص عبق وعمل ازاي ضربة في الصاميم يا اخوان ماشي فتح بقق وراح بالبوكس بالمنظر ده والبق مفتوح بيروح مكسر الاكسترنال ايديتوري كنال يعني لو ديكتفرج على المنظر هنا بصوا منظر ده المندبل او المنظر ده لما الخبطة بتبع المندبل البق مفتوح اللي تحت كده وياخد خبطة من هنا كده فالخبطة بتسمع فين بترد فين في المنطقة دي كده بتاعت مين الاكسترنال ايديتوري كنال فالخبطة دي بتعمل ازاي بصوا براس المندبل بيروح كسر من الاكسترنال ايديتوري كنال عن طريق اللي هو التنبرو منديبر الجوينت اللي هو المنطقة دي كده فبيكسر الكنال نفسها طبعا في الحاجات السفير او كمان ممكن مندله بيكسر يعني لو واحد يعني ايه يعني المنظر او تشاهفينه ده انا تمام في الصورة دي طبعا يعني ده هم بيبقى جامد شوية يعني بس لو خبطة جامد او يعني واحد جاموسة بيدرابه يعني ممكن يكسره كمان الايه مع الاكسترنال كنال يكسره كمان الايه المندبل فدي برضو مندون الحاجات اللي ممكن تعمل كنال يتخبط في ده انه هنا اتشان هنا كده والخبطة تسمع فين في ودنه حاجة تانية المواد الكوي عموما يعني تمام يعني طب ايه اللي يحد يقولك ايه اللي يجب مواد الكوية في الودن ممكن والله يحد يعني يعني عايل بيلعب ولا بتاعه زيزة مية نار ولا بطاس ولا بتاعه وجات على ودان او حطاف ودنه ماشي او ساعات فيه الناس اللي امه بيبقى عايز يهرب من خدمة العسكرية والحاجات دي كلها والله بيحسمونه حاجات زي كده يجب مية نار وحطاف ودن ماشي فبتبقى مرعبة يعني بتبهدل ودنه تمام كده ساعات بك ام بتاخد طابلة الودن وتخش على الايه على الميدل اير برضو مندون الحاجات اللي ممكن بتشوفوها في الان في الاوزن من التروما اللي بتحصل الاكسترنال اوديتري كنال الكوروسيف زول ايه والكورستكس يعني على مثال بسيط زي مية النار كده تمام والبطاس برضو بتاع الغسيل ده برضو ممكن بيعمل حاجات زي كده طيب حاجة تانية الحوادث يعني ماشي لو تاخدوا بالكوا هنا الاير عاملة ازاي اها ماشي المنطقة دي اسمها البيز بتاع بصوا كده يعني الاير هي قدامنا بصوا منظرها اها دي طبعا هنا دي الاكسترنال اوديتري كنال طيب فحادثة ولا بتاع واحد العربية كان واحد مسلا ماشي ولا بتاع راح عربية رزعاه خبطة كده فبيروح واقع على الارض ولا بتاع فبيتخبط راز في الارض مع خبط الراز دي كلها ممكن بحصل كسر في المنطقة دي في حتة دي كلها بالذات في العظمة دي شايفان عاملة زي اسمها البيتراسبون طبعا الودن كلاجوة البيتراسبون لو بتكسر البيتراسبون بيعمل ايه بيأثر على الكنال ده بيسموه كسر في قاعة الجنجومة او ساعات الجماعة اللي بيركبوا عجل او موتسيكلات ماشي او اللي بيمارسوا الوقت الفروسية بيركبوا في خيلوه بتاع ماشي او الحمرية اي حاجة المهم يعني ايه بيركب اي مصيبة يعني ماشي اخوانا ممكن يقع على الارض ولا بتاع ولو قاعة ممكن تخبط على راسه وتعمل كسر فين في البيتراسبون ويؤدي الى كنال دي بالنسبة للايه دي بالنسبة للسابة التانية هو بيعمل فروكشور في البيتراسبين بتاع السكال طيب 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 اكسدنتل هو قصد هنا حوادث السيارات يعني قصده كده او الحوادث عموما يعني طيب ماشي اللي عنده كسر في الاكسترنال كنال ده هي ايه المنظر بتاعه تمام هنشوف ايه يعني او الحاجة في نزيف يعني هتلاقي في حاجة اسمها اوتورية يعني يعني دستشارج فروم اكسترنال اير ماشي او فورم اير بس النوع للدستشارج هنا ايه دم بلادي ايه اوتورية ماشي بلادينج فروم اير يعني وحاجة تانية فيه تهتك في الجلد نفسه او في الايه في تجد تبص كده بعينك كده لو فيه مسلا جرح جوهها يبان فيه لاسيريشن بيبان لو في ايه باي اجزامنيشن في الاكسترنال اير طيب ماشي طب ايه المضعفات بتاعته والله ممكن نتيج بعد الجرح ده يحصل ساكند الانفكشن ويعمل التهاب في الاوذن الخارجية اوتايتس اكسترنا بقى كده يحصل وهيبان هذا الصديد نفسه يأعمل ناروينج فين في الاكسترنال الالوتوري ميتوس يبقى هنا كده سكندر انفكشن واوتاتس اكسترنى وستينوزز بقى ياما استينوز دي نتيجة الصديد بيتراكم في المنطقة دي من الانفكشن نفسه تمام او نتيجة بعد الهيلنج بيحصل النعم كده من الفايبروز والتلايف وبيقفل لي من الاكسترنال الالوتوري ايه ميتوس ده بالنسبة للكمملكيشن بتاع الترومة بتاع الاكسترنال ايه اير طب العلاج بتاعها طبعا غير طبعا لو في حاجات خاصة بالجراحة يعني طب واحد يعني باخد خابطة ولا بتاع ولا كلام ده عاجات ببسيطة يعني او حتة بتاعت ايرباد ولا الهيربين ولا الارووش او كلام ده حاجات البسيطة دي يبقى العلاج بتاعها بياخد من ردة حيوي تمام واهم حاجة في ده كله انه ميدخلش ماء في ودنه يعني هو بيستحمى ولا بتاع يحط مثلا ايه اطنة كده متعاصة مبلولة فزلين او مرهم معين يحطها كده في ودنه عشان ما يمتخشش فين في ودانه تمام مهم ايه موضوع ده عشان ما يعملش وممكن يوصل كمان لحد يبقى حاجتين هنعملهم طبعا ما ليش دعب الجراحة يعني لو في حاجات بقى فيها كسور وكلام ده كله ده شغل الجراحة بقى ماشي الحاجات البسيطة مثلا واحد بينضف ودنه عوارها او اسناء غسيل لودنه ولا بتاع بنعمل ايه بعد كده بندينه مضاد دحاوي تمام عشان تأفويد ده او لو ممكن يحصل وبنمنع دخول اي مية فين في ودانه بايه بقى اسناء الاستحمام بنعمل بيحط قطنة في ودنه وفيها فيزلين ولا بتاعي تمنع دخول المية ماشي طبعا في الكلام ده كله افويد ايه ها اير ووش طبعا اير ووش ايه كونترا اندكيتد في حالات مين الترومة للاكسترنال اولوتريميتس عشان ممكن يعمل اسبرد للاكسترنال اير طبعا هو قصد وانا الاسترنال اولوتريميتس يعني لان الاوركل ليه قصة تانية خالص ماشي وعلى فكرة برضو علاج الاوركل نفس الفكرة يعني الانسجن ده الجرح بيتعالج ومضاد دحاوي وطبعا لو تفتكروا في كومبريشن لل اير عشان البريدنج ما تجمعش فيها ده بنا احنا نتكلم على الاسترنال اولوتريم كنال موضوع تاني برضو خاص بالاسترنال اير اللي هو الفورين بودي يعني واحد عنده في ودنه فورين بودي فورين بودي في الاكسترنال اولوتريميتس يعني طبعا ده بيبقى كومن اوي في الاطفال الصغيرين يعني العائل مش مدرك يعني الموضوع ده تمام وفي الناس اللي هم منتل الريتاردد الناس اللي هم عندهم ايه يعني يعني عندهم مثلا زي داون سندروم نعمل التخلف العقل كده او المنتلت تعتم قليلا قوي فم ايه مش مستوعبين هو بيعملو في نفسهم يعني لا بالنسبة للايه اللي ممكن يدخل فورين بودي في الاكسترنال اير يبقى عندنا هناكده الطيق الموضوع ايه في الاير ارو في الاكسترنال اير في الاير طبعا يعني ده كومن في الأطفال الصغيرين وفي الناس اللي هم مثلا من التاردد بيرسون تمام انواع الطيق الموضوع ده حاجة من اتنين اما يكون متحرك او غير متحرك باشي看 مات فورين بودي او ان اناميات فورين بودي متحرك وذيبدأ حشرة او اليراقات بتاعت حشرة معينة ماشي نسمو ان اناميت فورين بودي ان اناميت هنقسمه حاجتين يبدو الوقت يبص مع كده الحاجة من اثنين متحرك اناميت او ان اناميت بيتحرك حشرة او رقاب بتاعت اسمها حشرة زي دبانة نموسة اي مصير سرصار صغير حشرة انكبوت ان اناميت والله غير متحرك ممكن يكون بقى او غير حي خضروات او نون فيجتابلز ما معنى الخضار ده اللي بيركز على قوي ايه خضار وغير خضار ده او البقوليات او اي ان كان الحاجات دي كلها دي لما بتتعرض لماية بتتنفى فبتنفش دخلت في ودن طفل او شخص معين مع المية بتنفش وتتحشر نون فيجتابلز فمش هتتمالي بالمية بحيط البلاستيكة او لا بتاع لو دخلت في الودن خلاص هي هتفضل بحجمها زي مية انما الخضار والبقوليات وكلام ده كله ماشي لو تحطت في الودن زي الفاصوليا والحبات الفاصوليا الناشفة واللوبيا والحبات الفول الصغيرة تمام دي اسمها ايه اللي هي بتسويل مع المية بتتنفش بتنفش وتتحشر في مكان نون فيجتابلز مهما نحط مية ولا بتاع بتفضل ايه حجمها سابت زي مية تمام ده بالنسبة للنون ايه فيجتابلز يعني لو جينا مش شوف مثلا امثالة مثلا هنا دي مثلا دي صورة شفناها قبل كده برضو في دي حشرات اسمها لو تفتكروا الاسم ده دي رقات لبعض الحشرات ممكن تبقى بينا فين في الودن بمنظر ده تمام طبعا مش مش قولنا مش اي شخص عادي ده ممكن اطفال صغيرين او الناس اللي ما منتل ايه ريطارد الدول ممكن حاجات ازاي كده مثلا احت البلاستيكة ايه مثلا في الودن هي شايفين عاملة ازاي طبعا ده بالاوتوسكوب شايفين الودن عاملة ازاي هنا هنا مثلا معرفش حبات توبي دي ولا ايه او بسلة ايه محشورة في جوه الايه الودن نفشت بالمية كده نفخت في قلب الايه الاكسترنا الميتاس نفسه هنا مثلا في حشارات ايه الله اعلم ايدي ما عرفش ده عناكب وحاجات غريبة كده موجودة وبرضو ايه سبحان الله شو منظر عاملة ازاي اصلا دي حشارات برضو موجودة في الودن هنا مثلا ايه خرزة هي موجودة في قلب الايه الودن او كورة بلاستيك صغيرة كده دي كلها امثلة على الايه على الفورين بودز اللي موجودة فيهن في قلب الايه تمام طيب كلينكا ليه بالايه ايه اللي بيحصل يعني بصوال لكم حاجة طبعا بالنسبة للانيميت دول دي مصيبة اللي بتبقى مزعجة طبعا حركة وفي الودن وبتاع ولو جنحتها بتتحرك ولا كده ورجليها وماشي اولا سيفير ايريتشن ادي اول حاجة وفيري نويزي ده بالنسبة لو ايه لو ايه ده بالنسبة ليه اللي منشوفها في الأنيمية أو بالعيام بيحس بيها بالأنيمية دي ماشي طيب لو اين أناميت على حسب صغارة قوي يعني حاجة مفيش أسيمتماتيك ملاش أعراض مش هيخبه مش هيخبه منها أساسا تمام طب لو كبيرة لو كبيرة وسدقوا الميتس هيعمل حاجة اسمها مش هيسمع لأنه كنك بالزبط جبت حاجة تسدق بها ودانو مش هيسمع اسمها كده يعني ما بتوصلش لحد دي طابلة الايه الويدن ماشي في مشكلة في الكوندوكشن بتاع الهيرنج فاسمها ماشي طيب طيب يبقى يحنا كده عندنا هنا هنقسمها لو اينميت سيفير اريتيشن ونويز ايش ان اينميت على حسب مالهاش أعراض طب ومحشورة بتعمل كوندوكتف ايه كوندوكتف ديفنس طيب ده بالنسبة للايه لو لو كبير او طب برضو في حاجة تانا ما كنت تحصل ممكن كحة ليه العصب الحائر او العصب العاشر تمام اه طبعا بيدي فرع للإير اسمه خلاص بيغزي وفي نفس الوقت بيغزي الرئة ماشي بيعمل نفسها للرئة كمان فلما بيحصل حاجة للفرع بتاعته الفرع بتاعته موجود في الإير ده بيعمل رفليكس كف يعني عنا تلاقي بيكوحة بيكوحة كده ايه لا بيحصل ايه الاريتيشن ده تمام ده نتيجة اللي بيغزي من الاريديتر الكنال وفي نفس الوقت الفيجوس بيغزي كمان من الرئة تمام فمع وبيغزي الاريتيشن ده بردو كمان فبيحصل رفليكس الاريتيشن القف اللي احنا بنشوفه ده وبردو خلي بالكم الفيجوس كمان بيغزي اللارينكس فنفس الاريتيشن الفكرة فالفيجوس بالنسبة للر وي عموما هو النرفيس بلاي بتاعه الاساسي طيب حاجة تانية طب نعالجه ازاي يعني واحد دلوقتي عنده فورين بودي بالموزع ده على حسب بقى هناك تعالى نشوف مع بعض الدينية مشي ازاي هنا طيب اه عشان نفهم موضوع العلاج بتاع ده عايزين بس نشوف شوية ايه حاجات كده ممكن نعملها في ادوات كده بنستعملها في حاجة اسمها اللي احنا شايفينه ده ده اسمه هوك هو الخطاف ده زي عصايا رفعها كده او حاجة معدن رفعها كده وفي اخيرها ايه حاجة متنية رصغيرة كده عمز الخطاف كده ده اسمه ده بنستعمله في الريموفل بتاع الفورين ايه بودز وبرضو في حاجة تانية بالمنظر ده اسمه الكروكوديل فورسبس يعني تمسح يعني بوقت تمسح الخطاف بيستعمل بمنظر ده كده ماشي وده اللي هو ايه بوقت تمسح تقالة كده بتخش كده من خلال ماشي وبن ايه بنكلبش في قلب ايه الفورين بودي ده هفرقوا على دي الوقت نشوف شكل عامل ازاي في برضو حاجة تانية اللي هيا بتاع ده اللي هيا الساكشن زي بتاع كده شفات كده كده بنحطه كده بتوشفط وتروح ايه واخد الفورين بودي معه وخارجه بالمنظر ده ده اسمه ساكشن انستراه انت برضو تمام في الاروش دي برضو من ايه حاجات اللي مستعملها برضو في ايه في الفورين بودي ريموفل طب واحدة واحدة كده بس يبقى انا عرفت دلوقتي اربع حاجات اللي اربع حاجات دول في عندنا اللي هي الهوك احنا شايفينه ده في حاجة اسمها كروكوديل فورسيبس اللي هو بالبق ده اللي بق كده ايه واليد مبارد كده بنستعملها في الساكشن بالمنظر ده وفي القروش تمام في بقى في الاخر خالص بقى جراحات تمام كده بنفتح في الودن ماشي من بنفتحه ونوسع الكنال ونشير كل حاجة لها نظام معين هنتفرج عليه دلوقتي تعالى بتأكدنا بعض لو واحد عنده حشرة نعمل مع اي واحدة من دول اولا الانسكت ده متحرك كويس مشكلة فلازم نقتله بايه بنقط زيت او بالكوحول يموت الانسكت الاول وبعد كده غسيل الودن اروش خلص الموضوع يبقى بالنسبة لو بنعمل الاول طبعا شان متحرك ومش حاجين نعمل مشاكل ماشي تمام كده فلو دخلت الهوك ممكن يجري منك ولا بتاعه فبنعمل ايه اول حاجة بنحط نقط زيت في الودن او الكوحول بتعمل النقط الزيت او الكوحول دي بايه بتموت الانسكت ده وبعدين بروح مدخل بايه اروش وبنظف او واحد يمكن بالهوك بنشيله ممكن بالهوك بنشيله برضو عادي او بكركودال فورسيبس بس المهم تعمل الاول لازم نقتل الانسكت ده طيب تمام طيب تعال بقى نبص على الان اناميت الان اناميت بنعمل فيه ايه قالك ان اناميت زي مسلا زي الخضار ماشي تمام كده او زي افضية مثلا زي بسلاية مثلا لوبيا بتاع ماشي دية خرز بتاع لو حتة خرز ولا كده نعمل فيها ايه والله لو حتة خرز بتاع بنفسي الكلام ايه هنا مثلا فيه زرار ده لا لا ما عرفش غطى علبة ده ولا بتاعها بالهوك او بالكركوديل فورسبس ماشي او بالأرووش ده لو ايه نان فيجتاول نان فيجتاول يعني مش بقليات ده انا بتاع بهوك او بكركوديل فورسبس او بأيرووش او بقي حاجة من طرق ديت مفياش مشكلة خالص طب لو خضار قالك لو حاجات فيها بتنفش مع المية افويد الارووش يبقى نستعمل الهوك او الكركوديل فورسبس ماشي او الايه او الايه الساكشن او يعني كمان بس ما نستعملش ايه ايروش مع الايه الحاجات اللي هي الفيجتابل فورين بودي ليه ما استعملهاش لان لو دخلت المية بيتحشر اكتر وممكن ينفش كمان ولو نفش خلاص كده هيتحشر ايه في قلب الايه في قلب الودي مش هيخرج فهمتم ده بالنسبة لل ايه للهي ازاي نستعمل ايه او نزاي ننظف الفورين بودي داي بات انا كده مع بعض نبص شوف نعمل ايه يبقى لو اناميت فورين بودي كلد بيقيها باو الايكوحول وننظف بايه بيرووش طيب طعب فيجيتابل فورين بودي؟ ريموو دي بايه بهوك او بكركوديل ايه فورسابس every airوش ما استعملش خالص الايه اليروش ده ليه عشان الذي görس الفيجيتابل ده ماشي سويل بالايه بالنتمرة بيكبر ويتنافخ بالايه بالمية فيتحشر اكتر طيب لو ننفش دابل بهوك اي حاجة بقى ممكن تشيل بها الايه ده مشكلة خالص تمام طيب فرضا بقى ان هو كبير او ايه ومحشور في مكانه بنضطر للجراحة هنا بنعمل ايه بنعمل جراحة معاينة كده بنوسع بها الكنال ونطلع بها الفورين بودي ده طب بنصل بالفورين بودي ازاي بالجراحة بصوا هنا طبعا اندر جينرال انيسيذيا بنج كلي بنعمل ايه بقى بصوا بنفتح وراء الاوريكل كده بالمنظر ده وبعد ما نفتح وراء الاوريكل كده شو ما نظر نعمل ازاي بنوصل لحد الكنال ونوسع الكنال ونشيل الفورين بودي الموجود طبعا ده اندر ده عملية بنعمل ايه ده لو امباكت بقى الفورين بودي كبير او محشور في الودن تمام مش خلاص بقى لنفع لبهوك ولا بغيره فبنعمل بقى العملية بقى العملية ده بنفتح بالايه وراء الودن كده وراء الاوريكل كده اسمها بوست ايريكل ايه انسيجا وبعدين بنوسع الكنال ونشيل بقى الايه الفورين بودي بقى الايه في العمليات ده بنسبل الايه لو امباكت دولارج فورين بودي خلاص بقى لا نفع معاه لا ايروش ولا نفع معاه كروكودايل فورسيبس ولا نفع معاه الهوك يبقى خلاص نعمل بالايه بالجراحة تمام واذر ازرول يا جماعة في الاطفال الصغيرين في الاطفال الصغيرين ماشي اللي هم مش متعاونين طبعا الطفل صغير ده مرعب يتنطط ويسرخ وبودنه ماشي والناس اللي هم النيوروتيك يعني عصبي جدا وخواف تيجي تقرب منه ويسرخ كده تمام كده والحكيمة تكتفه ده خطر جدا انك تشيل في الفورين بودي هو قاعد كده ايه صاحي لازم تبنجه الاطفال الصغيرين والناس اللي هم النيوروتيك دول اللي هم العصبيين وهم المجانين دول تمام لازم نعمل ايه لازم نديهم ليه لان ممكن انت بتدخل القلة بالمنظر ده كده شايفين المنظر عملت ازاي ده عايزة هدوء رهيب وما فيش اي حركة تمام تخيل بيعمل اي عائل بيتحرك ولا بتاع ممكن تبهدله الدنيا ممكن يروح مسلا محرك ودن نحيطك يروح الهوك ده دخل على طابلة الودن يقارمها والاوسيكلز يبهدلها تمام فطبعا ايه يبقى تاني كده الاطفال اللي هم غير متعاونين ماشي كده وعمتا الاطفال اللي عندهم فورين بودي في ودنهم والناس اللي هم النيوروتيك دول ماشي الافضل مش افضل مست بي نعملهم ايها جنرال مست جنرال الانستيذية ايه امست في الناس اللي هم ايه بالمنظر ده خلاص طيب يبدي برضو ايه قاعدة مهمة جدا ان جنرال الانستيذية ايه امست وذ تشيلدرن والنيوروتيك ايه بيشنط ليه الابرابت موفمينت دي العنيفة دي ممكن تعمل سيفير انجري بقى انت كنت بتعالج حاجة وانت نفسك هتلاقي بالحركة بتاع المريض دمرت ايه حاجة تانية يبقى راجع معا كده مع بعض الفورين بودي بنعالجه ازاي انيميت بنقتل بايل او باالكوهول وبيعاد كده بننظف لازم يتقتل الاول مفيش مية بحوك او بس بكوروكوديل ايه نان فيجتابل اي حاجة بقى اي حاجة بقى كوروكوديل فورسيبس او طب ايا كان بقى لو ومش عارف تشيله باي حاجة من دول نعمل حاجة اسمه وبنوسع طبعا وازرور ان الاطفال الصغيرين والناس اللي هم من يورتك بنشيل الفورين بايه بجينرال اناسيديا خلاص لازم نعمل اول جينرال اناسيديا سواء على فكرة وانكم هنعمل له عملية لا مش طرق عملية يعني ممكن تبنجه وتشيله بالهوك او بالكوروكوديل فورسيبس عادي جدا بس المشكلة انك لو هو صاحي ودخلت الكوروكوديل فورسيبس او الهوك هيبهدي للدنيا فده بنبنجه وبنعمل الايه وبنشيل الفورين بادي ده تمام طيب ايه بقى المشاكل بتاعت الفورين بادي في الاير ده او في الاكستيرنا الكنال هي بصوا بيقولك اغالبيت المشاكل بتحصل نتيجة لسه اليكم حالة نهو الانجر ده سابه ايه ان العين هنا ايه غير متعاون فمعظم مشاكل بتحصل وانت بتحاول تشيل الفورين بادي يعني ممكن تعور الجلد نفسه skin laceration ممكن معا تعمل infection otitis externa ممكن تخبط طابلة الويدن تخرمها ربشر في التمالك ممكن الانفكشن يمتد للميدل اير otitis ايه otitis media فبقى لك معظم مشاكل او الكمبيلكيشن بتاعت الفورين بادي في الاير انها ايه during the attempt of removal او الترايلز بتاعت الريموفا للفورين بادي هي اللي بتعمل ايه الكمبيلكيشن دي تمام انما هو نفسه كفورين بادي موجود يعني اخره لها النويز بتاع الحشرة دي او لو حت بتاعها كبيرة كده ولا خرزة كبيرة ولا بتاع عفلة الويدن ممكن تعمل ايه conductive deafness ما ازعوا من الشكل التانية او انت احنا بنشيل ايه الفورين بادي نفسه برضا فارقوا علي ازاي بيشيلوه هنا برضو بصوا المنظر ده هنا كده اه يعني ده طابلة الويدن ايه شايفينه ايه ده ايه شايفينه الفورين بادي جوا هنا وكمان فيه انفكشن كمان حواليه وبتاع بص المنظر عامل ازاي اه البتاع البيضة دي فهنعمل نعمل ساكشن الاول ننظف الايه السوائل الحوالي دي نشوف المنظر ده بنشفط الايه السوائل اللي موجوده دي اها عشان نبين واطرافه فين بالزبط شوه دخل لحد فين اصلا اهو شوه كل ساكشن فيه زي صديق كده موجود حوالي كده بص المنظر يعني اصلا ندخل كمان وعمل انفكشن حواليه اهو عام زي الزلطة دي ولا ما عرفش حط التبشيرة ده ولا فويدن ولا ولا البانة دي ماشي وبعد كده بقى نجيب بقى الكوركودايل فورسيبس ده ونحاول نسحبه كده البرك كده بص المنظر هيجيبه دلوقتي اهو تاني ماشي بص المنظر اخوالنا اهو بصوا بقى عام زي بقى التمساح كده اهو دي اسم الكوركودايل فورسيبس وابدأ اشد بقى لأيه البراحة خالص ما اتغطش لجوه عشان ايه ما عورش ما اخبطش طابلة الودن وفرقح ايه شي طلع بره اهو شايفينه عامل ازاي طبعا برضو ايه مش اه مش سلس معاه فبقى ايه بيجيب الهوك بقى ها يلا ها ها برضو هنا ايه بيفرق على حاجة تانية برضو بيتزحلق منه فبيجيب بصوا بقى الهوك هاو شايفينه عامل ازاي يدخلوا كده خلاصوا بقى ايه متطمن جدا بيتخلص عن طابلة الودن اهو ابدأ بقى ايه اشيله بايه براحتي ماشي وبعد كده بقى دخل شوفوا عامل ازاي ما نظر ما عافش ايه ده اصلا يعني مهم طوبة دي ولا ايه في بقى كده بقى بيجيب السكشن تاني وننظف بقى ايه الصريدي الموجود ده تمام في الايه في الودن ده بالنسبة للايه يعني كنت عايز بس افرقكم ايه هو بالنسبة للكروكودال الفورسيبس والبتاعت اللي هي الهوك ده شكلوهم عامل ازاي ده بالنسبة للايه للموضوع اللي هو في الاير ماشي وان شاء الله الفيديو الجاب اذن لان نتكلم بقى على المشاكل بتاعت الاير وي نفسه تمام سواء ترومة او بالنسبة للفورن ايه بودي السلام عليكم ورحمة الله